موسيقى موجز الأهم الأخبار مرحبا بكم نعت لجان المقاومة الفلسطينية الشاب رفيق رياض غنام الذي استشهد صباح الأربعاء خلال مواجهات مع الجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين وكان الشاب غنام أصيب بجروح وصفت بالخطيرة بينما كان أمام منزله في الوقت الذي دارت فيه مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال فجر اليوم حيث تم اعتقاله بعد إصابته وشاب آخر ونقلت وكلة الأنباء الفلسطينية عن دوي الشهيد بأن جنود الاحتلال أعدم الشاب رفيق بدم بارد وأطلقوا عليه النار بقصد القتل أمام منزله وضعوه بعد إصابته في كيس أسود واعتقلوه إلى أن تم الإعلان عن استشهاده جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف فرحال بالعاصمة الجزائر كلا من رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في لقاء تاريخي بعد فطور دام لسنوات اللقاء الذي جاء على هامش الاحتفالات بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر حضره أيضا ممثلون عن السلطة الفلسطينية وحركة حماس وقع خلاله الرئيس الجزائري ورئيس دولة فلسطين وثيقة تنص على تسمية شارع برام الله باسم الجزائر أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء أن بلاده ستعيد فتح حدودها البرية مع تونس لتشمل حرية تنقل الأشخاص والبضائع ابتداء من الخامس عشر جويل الجاري وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى توديعه نظيره التونسي قيسعيد الذي حضر احتفالات الذكرى الستي لاستقلال الجزائر إن الحدود لم تغلق مشيرا إلى أنها كانت مفتوحة لكن للبضائع يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين لقاء نظيره الصيني وانغ يي على هامش قمة العشرين في بالي هذا الأسبوع في وقت تسعى واشنطن إلى ثني الصين عن تعزيز علاقاتها مع روسيا وهذا الاجتماع الذي سيعقد خلال زيارة بلينكين لآسيا التي تستمر من الأربع حتى الاثنين سيكون أحدث اجتماعا على مستوى رفيع بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع التعريفات الجمهورية المفروضة على بعض المنتجات الصينية لتخفيف التضخم أعلن رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجرية ميلي كياري الأربع عن وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو اعتبر كياري في تغريدة له على تويتر فقدان باركيندو خسارة كبيرة لعائلته ولمؤسسة النفط الوطنية النيجرية ولنيجيريا ولأوبك ومجتمع الطاقة العالمي وسيتولى الكويتي هيثم الغيس منصب الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك بعد وفاة باركيندو عن عمر نهز 63 عاما قبل أقل من شهر على مغادرته منصبا ختم الموجس إلى اللقاء اشتركوا في القناة